استطافة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد سامي عاقلي أهلا بك سيدي صباح خير شكرا على استطافة شكرا لك كذلك على تلبية الدعوة شكرا بداية السيد سامي ربما للحديث عن مسيرة منتدى رؤساء المؤسسات بين الماضي وبين الحاضر وبين الرغبة في صنع مستقبل في ظل تغيرات صعبة نوعا ما من جميع النواحي خاصة المجال الاقتصادي نعم بداية دعنا نتحدث عن أنك استلمت منتدى رؤساء المؤسسات بعد انتخابك هل ممكن لك أن تعطينا في لمحة كيف وجدتم المنتدى والآن ما هي ربما على ماذا ستركزون إن شاء الله المنتدى رؤساء المؤسسات حصل للشرف أن كنت انتخبت من طرف الأعضاء المنتدى في شهر جوان 24 جوان ومن ذلك اليوم نعمل على خطة جديدة للمنتدى أن خطة تعد مئة بالمئة اقتصادية ما تكونش حاجة أخرى من الاقتصاد وهذا العمل اللي طرحنا فيه ومشينا به وحمد لله لليوم رأي الأمور تمشي في تحسن وإن شاء الله نغيره الأمور وغيرنا الأمور الحمد لله ورح نغيرها أحسن في المستقبل ولكن الاقتصاد لابد يكون أولوية الأولويات وهو العمل التاني لأننا نعمل به يوميا في منتدى رؤساء المؤسسات السؤال الاقتصادي أو الطرح الاقتصادي لازم يكون اليوم أولوية الأولوية في الحكومات وإحنا علينا أن نكون قوة اقتراحات حقيقية لسختمنا نعم أكيد أكيد نعم أستاذ سامي ربما لا ينكر أي شخص بأنكم استلمتم ربما قيادة المنتدى في وضع صعب ربما جدا كنتم قادر جريتم أمس زيارة واستقبلكم الوزير الأول مردين بدو يحدثنا عن هذه الجلسة وماذا جرى فيها وعلى ماذا تحدثتم إحنا بسيفتنا يعني نعتبره هو ما تابدتنا هو ما استدعاكم لا 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 طلب جاملنا إحنا 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 طلبنا للقاء للوزير الأول خطرها لكين أمور استعجالية قرارات استعجالية لازم تقرر لازم تمشي بها الدولة وإحنا طلبنا ونشكره الوزير الأول بسيفته يعني رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس الحكومة أنه استقبلنا وإحنا ما ندروش يعني هذه بسيفتنا أنه منتدى اقتصادي ما نعملوش سياسة لهذا الشيء إحنا طلبنا مقابلة الرئيس للحكومة وطرحنا له أمور استعجالية معناها أنه جاء في ظروف استعجالية لسه لها علاقة بالسياسة أو ضرع السياسي للبلاد لا إحنا ما نتكلموش إحنا في المنتدى المؤسسات عملنا أنه خط أحمر هو السياسة إحنا ما نتكلموش سياسة بسيفتنا ما نتكلموش سياسة أنه طلبنا ما رح نتكلموش عن ممثلين السلطة ممثلين الحكومة ممثلين الدولة وعلى رأسهم رئيس الحكومة يعني إحنا هذا شرف لنا أنه استقبلنا وطرحنا المشاكل بتاعنا وعلمناه على القرارات الاستعجالية اللي لازم اليوم تأخذها الدولة اللي خطرها اليوم الشركة والمتعامل الاقتصادي في ظرف جده صعب والاقتصاب صفة عامة في أزمة جده صعبة ولازم قرارات جده مستعجلة يعني قرارات مستعجلة وقرارات عندنا سياسة أخرى اللي نتعامل بها هي متوسطة المدى وطول المدى ولكن اليوم نتكلمو على قرارات أو خطة استعجالية لأولا لازم هذه الشركات الاقتصادية تكمل تعمل كاين اليوم البطالة راهي تطلع بصفة غير عادية كاين دي فيديار غنتيغ لرامان كريز كاين دي زيوزين رامي غلقوا والغول تاعنا احنا في منتدرسة المؤسسات بصفتنا قوة اقتراحات وحنا نرفق المتعامل الاقتصاديين ونعملهم على السلطات نعم احنا اليوم تعلم عنا السلطات بكل شفافية معناك اللقاء تشخيصي للوضع الاقتصادي وكذلك ما يجب فعله من قرارات ربما تكون مستعجلة نعم هذا الانحنا طلعنا للسيد الوزير الاول المشاكل الحقيقية والنظرة التعنى على الامور الحالية للاقتصاد من جهة الشركات اللي تعمل في ميدان البناء اللي تغلق اليوم الشركات اللي عندها مشاكل البنكية الشركات اللي عندها مشاكل ادارية البيروقراطية هل هناك شركات كثيرة غلقت اليوم؟ احنا نشوف يعني العدد الحقيقي ما نقدرش نعطوه خطرة ولكن فيه الاف شركات اللي تغلق اليوم فيه الاف شركات اللي من سوء الحظ ارى هي تغلق هل نقعدون تفرجوا احنا نقعدون تفرجوا ما لن نغلقوا كذلك قد تحدثها سابقا عن حوالي خمسين ألف ربما تم تسريحهم احنا تكملنا على خمسمائة ألف مش خمسمائة ألف هذا الرقم اللي يتكلم عليه جمعيات وتكلم عليها المنظمات الاقتصادية وحتى منظمات حكومية ولكن هذا الرقم أيضا هل هو خمسمائة ألف حقيقي لو اندخلوا السوق السوداء للعمل لعله هذا الرقم يعود أكثر يعني الوضع راح حرج الوضع راح صعب اللي راح يعيشوا يوميا المتعامل خلال حديثكم مع الوزير الأول هل هو يدركه بخطورة هذا الرواح هل يعلموا بهذه المعطيات أم الحقيقة تقال يعني لقينا في الوزير الأول الحق سمعنا بكل وقت هذا الوقت اللي لازم معنا ونشكره على هذا الشيء وإلى نوتي ولقينا يعني الأبواب مفتوحة للقرارات لكي نتخذ القرارات نحن العمل لتاعنا أنه نعمل قوة اقتراح الاقتراحات لازم تروح له نحن طلبنا أن نحن نحن نعمل مع ذلك ماذا عطيتوا لهم مثلا نو نحن رايحين دوك الآن نحن ترحنا لس يعني النظرة تاعنا من جهة الاقتصاد وسمعنا يعني وقعد معنا الوقت اللازم ولقينا يعني حقيقة أنه سمعنا مدرك بالأمر ولكن نحن العمل لتاعنا قوة اقتراحات رحنا نعمل الآن ومن غدوة رح نعمل أنه ندو اقتراحات حقيقية للميادين لتخص الشركة بصفة عامة خاصة ربما أنكم أنت كنت وعدت وعدت في السابق بأن الشركات التي ربما يقبعوا رجال أعمالها بالسجن كنت وعدت بأنك ستوفرون الجو لمواصلة يعني مواصلة عملها ربما كان هذا ربما جزء حديثكم على الوزير الأول لا لا احنا ما تكلمناش عن هذه احنا الأمور اللي تخص العدالة احنا ما ندخلوش فيها الشخص من كلموش عليه ولكن الشركة أولوية لازم نحافظ على الشركة الشركة ذي عندها عمال عندها تعمل مع شركات يعني عمال ديركت لازم من المهمة أنه نكون في هذا لغول هذا كثيرا أنه نرافق هذه الشركات الآن ومش غير شركة هذه عمال ديركت فعما كل شركات المتعمل اقتصاديين وكل ميادين نعم ربما هو بخصوص حديث عن القرارات ربما الأخيرة التي قامت بها الحكومة هل كان لكم حديث مع عن قضية سيغل السيكادي والأسكادي بخصوص يعني ربما تعميمها على ما أظن في المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية نعم 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 تكلمنا تكلمنا على عدة عدة نقاط النقطة الأولى تكلمنا هي الشركات والزورجنس يعني الشركات وشركات اللي رأي في مرحلة صعبة تكلمنا بصفة مدققة ومن النقاط الأخرى أنه شركات اليوم تعلو سيكادي أسكادي موش من المعقول أنه هذو الشركات تراحوا مشاو بكيف شرحوا الاستثمار هذا يوجدون بولنطة بوليتيك بشرحوا التمام يعني الدولة أنه في ستنة ممان إيزان ديسيدي أنه لازم يكون عندنا نسيج سيناعي في هذا الميدان وكاين رؤساء مؤسسات اللي كانوا يعني جدوا كان عندهم شجاعة اللازمة أنه يروحوا يستثمروا وداروا استثمارات كبرى وليوم يجدوا روحهم أنه هذو الاستثمارات داروها في باطل أنه ما يقدرش يتعاملوا بصفة بصفة يعني عادية القوانين تتغير وليوم وش من المعقول أنه نحطوا كل المتعامل الاقتصادين في جهة واحدة كي المتعامل الاقتصادي لإستثمر وكي المتعامل الاقتصادي لما استثمرش ما قدرش نعود أنه نقوله الاستيراد احسن من الاستثمار الاستيراد اليوم راهوا احسن بالقوانين هذه انه رانا نقوله الناس راح تسترد عند المستثمرين اليوم عندهم خمسمائة تلتمائة ربعمائة عامل في المصانع التحم للمصانع التحم راي تغلق كان يغلقوا الهواتف في النقالة والهواتف في النقالة سيتا سيكتوركي اليوم في ازمة كبيرة خطرها المصانع راح يتغلق راح يتغلق بحقيقة حديث عن هذه النقطة ربما هذا ما ينقص القرار الاقتصادي ربما انه دائما وفق نظريات المتعددة لرسم السياسات انه تشخيص المشكلة تحديد البيانات الخاصة بهذه المشكلة تحديد الوضع ثم الخروج بقرار اقتصادي سليم ربما انتم تسعون حاليا لوضع موضع قدم من اجل ان تكون الشركاء في رسم قرار اقتصادي في بعض المجالات لانه كما قلت سال انفان بانه ربما التشخيص الخاطئ يضلون كثير من المستثمرين شوف احنا احنا نطلب هل ترى بانه في المرحلة السابقة كان هناك ربما نقول اقصاء او ربما غياب المؤسسات في صنع القرار اقتصادي لا املها مرحلة السابقة سيبا ما نقولش نتكلمو عليها الان خطر لازم نمشو القدم نتكلمو المرحلة السابقة راح نقعدو فيها مرحلة السابقة ما كانتش مرحلة اقتصادية كانت مرحلة سياسية مرحلة لوبييات مرحلة يعني مايش عادلة اقتصاديا والمشكلة اللي كنا نشوفه فيه انه كانت قرارات كثير من القرارات اللي منظمة اقتصادية نخدمو في صالح الوطن مايش نخدمو في صالح اشخاص مايش نخدمو في صالح شركات احنا كنتكلمو اليوم نتكلمو كنروح ونتكلمو مع مسؤول ما احنا نتكلمو مع ممثلين الدولة احنا نتكلمو في صالح الاقتصاد الوطني مايش نتكلمو في صالح شخص او ميدان ما او شركة ما على جل هذه لازم التشاور يكون اولوية الاولويات لحكومة الحالية والقادمة احنا ما عندناش مشكل في ما عندناش علاقة في السياسة احنا نتكلمه مع ممثلين نخدمه اليوم معهم ونخدمه غضوة معهم ولكن لازم يكون تشاور باش نمشيوا بقرارات اقتصادية في صالح الوطن ولبناء الوطن نقدرش ندوره قرارات اقتصادية مموسيسة اكيد وعدكم وزير هل وعدكم بالموضي معكم في هذه الخطوات ربما مستقبل لقينا يعني الابواب جد ومفتوحة لقينا شخص يعني كان يستمع فينا بكل تركيز وكل يعني قلب يعني جد مفتوح لقيناش مشاكل في هذا الشي ولقينا شخص اللي كان الانسامل دي بوانيات اللي طرحناهم والباب مفتوح انه اليوم اللغورة اللي بره عندنا احنا انه احنا رح ينروحوا باقتراحات بسرعة اليوم لاخذ قرارات استعجالية في ميادين مع مثلا شوف اليوم عندنا شركات كثير من شركات اللي رأي تغلق علاج تغلق خطرها عندها مشاكل لشركات اللي عندها العلاقة في البناء مثلا نعم البتي بياش رأي تغلق خطرها النمطايا بوكو دونتخبخيز ما خلصوش بوكو دونتخبخيز عندهم مشاكل مع الكاس كناس كازنوس كاكوبات واليوم نشوفوا يطلعون المعلمة تطلع انه شركات هذو رأيهم في ازمة حقيقية وش نديرون لهم كيفاش نعملوا المتعاملين اقتصاديين هذو اروا ترجع لتاريخ تاحهم تاريخ للشركات هذو كانوا يعملون بطريقة عادية يعني كانوا يخلصوا فلاك لليوم اراهم في ازمة اقتصادية ازمة حقيقية لازم في قرارات شجعة لازم تقول الان ندخلش في امور سياسية اخطر ان نروح السياسة نشكر راح يبني هذا الوطن هذا الامور السياسي للسياسيين احنا باقتصاديين لازم تكلموا ونلقوا حلول اقتصادية للازمة الحالية اكيد انتم كنت لك زيارات عديدة الى دول الخارج مثل السينيغال كذلك كانت هناك استقبلت وفود اقتصادية حاليا سيد تامي هل هم راضين حاليا عن القرارات الجديدة في الجزائر القرارات الاقتصادية الجديدة هل يطلبون منكم شيء معين حدثنا يعني من خلال حديثك معهم ماذا يريدون بالضبط وما هي نظرتهم حاليا للوضع الاقتصادي في الجزائر شوف المتعامل الاقتصادي بصفة عاما متعامل اقتصادي جبان يعني نقول لك خواف مش خواف دون الصور الجبان يعني موش شجع جبان في الاستثمار جبان يدي الوقت للدراسة واليوم لو تشوف السوق الجزائري ما عندناش نقاط حقيقة اللي تجلب المستثمر الاجنبي عندنا نقاط لو تدخل عدم الاستقرار القانوني القوانين هذي اللي تبدل كل شهر شهرين عندنا قانون عندنا قوانين تبدل اليوم قانون يعني موش من المعقول انه المتعاملين الاقتصاديين نقدروا نتكلموا مع اجانب مش نجلبوهم الاستثمار ونسحقوا الاستثمار الاجنبي الناس راي تحسب باللي الدول تطورت نقدروا نطوروا وحدنا ولازمنا الوقت الاستثمار اللي يجي من الخارج او الاجنبي يجيب الخبراء عندهم حاجة اللي احنا نسحقوها ونربحو بها الوقت نقدروا ش اليوم نتكلموا وحدنا انه باش نبنيوا هذا السوق نكونوا وحدنا نبنيوا طريقتنا ولكن نحن اللي علوم نديروش نبني نديرو الوقت والوقت اليوم هو الوقت سيد الارجن الوقت سيد الوقت الاقتصادي جدو مهم ولكن المتعامل الاقتصادي اليوم فيه تشوف الامكانية التعسوق الجزائري او المستثمر يحوس علىه ونسيبها ما يلقاش في الدول المتقدمة والأوروبية على جال هذي الناس يتمشي اليوم الافريقية سوق الجزائري لو تكلموا على سوق الافريقي الجزائري تقدر تكون الصين الافريقية غدا يعني بكل يعني بكل صراحة والقوة هذه تتعالى لازم تكون حقيقة نديروش نكونوا وحدنا ربما هم أكثر حديث ربما حول قاعدة 49-51 هي اللي ربما عندهم حديث عليها أكثر هذه أيضا هذه من النقاط ولكن فيه نقاط أخرى هذه نظن خطة أو مرحلة جدا مهمة لتطوير الاقتصاد ما تقدرش اليوم تكلم على الاقتصاد بصفة عامة أنه كل مستثمر أجنبي عندما يجي الجزائر لازم يكون عنده شريك ما تقدرش تكون أنا لعله ونلقاه مستثمر لأنه الجزائري يقبل أنه يكون منه غتاغ معه هو ربح ولكن أيضا الجزائري كما يكون مجوغية هذه تخص المستثمرين ولكن الدولة من حقها أنه تحمي ما هي تتكلم بالميادين الاستراتيجية هذه من كل دولة عندها الحق وهذا نظن لازم تكون عندنا في ميادين استراتيجية لازم نحميها أو ميادين وعندنا كثير من الاستثمار فيها لازم من لغول تعد دولة أنه تحميها هذه نظن ولكن في أمور أخرى عندك العراق البنكية عرق المشاكل جدا ومهمة لليوم في الاستثمار نعم ربما لديك ما تقوله بخصوص الاستراتيجية المستقبلية لمتدرسة المؤسسات من خلال طبيعة الصناعات هناك من يقول من الخبراء يجب التحول من الفلاحة التقليدية إلى الصناعات التقليدية أو الصناعات الفلاحية يعني هل لديكم تصور معين حول ما يجب تركيز عليه ربما للتخلص من الريع البترولي شوف أولا نحن لازم نخطو ما هي الميادين الاستراتيجية لازم نكون نحن فيها دولة قوية لو تكلم تكلمت على الزراعة الزراعة من أنا نظن أولوية الأولويات ومن أهم الاستراتيجيات اللي لازم تكون اليوم في التطوير الاقتصادي ما نقدرش نكونوا دولة من خارج ما يصرف العالم اليوم المنافسة ما بين دول اليوم ما كاش حدود في المنافسة مع التكنولوجيا اليوم التكنولوجيا راي تدير في اقتصاد جديد حنا ورنا في هذا العالم ورنا في هذا العالم حنا وقروة بلي اليوم رنا واني سول ماناش وحدنا ورنا نحلمو نحسبو باللي رام المتعملين اقتصاديين والمستثمر الأجنبي راهم دير لكو عندنا يسلنا بش يجي احنا نزم نروح نجيبه الدول راي تدير ينطخ اكتيفتي لجلب المستثمرين مش يتروح تقول تسلنا المستثمر يجي هي تروح تجيبه نعم احنا اليوم لازم تكون عندنا هذه السياسة لكي نجلبه حقيقة المستثمر من الدخول تاعه الجزائر حتى الاستثمار الحقيقي تاعه وخلق الثروة وخلق الثروة في البلاد نقدرش نديره هذه كل سياسات لازم تندير من القنصلية تاعنا في الخارج حتى اخر ممثلت على الادارة هنا في الجزائر حديث كبير قيل عن الدور الذي يجب تلعبه القنصليات وكذلك ربما رجال الاعمال بالمقارنة ما تقوم به دول اخرى في الاستحوال على السوق وكذلك بحث على الاستثمار ربما كذلك في علم الاقتصاد أو علم بناء السياسات السليمة والصحيحة سواء في الصحة سواء في الاقتصاد هناك من يقول بأنه ربما الاسلوب الاقطاعي هو الذي ربما يؤثر على بعض الدول الاسلوب الاقطاعي هو سيطرت بعض ربما رجال الاعمال على الاقتصاد في الجزائر دون غيرهم وبالتالي يكونوا الآخرين أصحاب الأحلام وأصحاب المشاريع مضحية لأولئك اللوبيات سواء في الصحة في الاقتصاد في السياسة في كل شيء هذه حقيقة وعشناها بكل شجاعة لازم نقول الحقيقة نحلم ببناء جزائر جديدة لازم نحكم للجميع موش من المعقول أنه تكون عندك ما تكونش عندك عدالة اقتصادية موش من المعقول أنه ما تكونش عندك تنافس عادل ما بيننا الشركات كيفاش بسك عندي الحق أنه نمد اوتوريزازيون أنه نخلق لبيات بسك بالديكتا هذا تعلق الاتوريزازيون الاغريمون هذا الوسياني هذو كل احنا هذو أمور اللي طلبنا أنه ما تكونش ملكتدفل لش نبنيه الاقتصاد اليوم وش روصاري في العالم أنه الدول راهي تنقص من العراقيل بصفة فعلية يعني تا أنت فيه مستثمر أنا جزائري لو نروح نستثمر اليوم في إسطونيا أو جورجيا أو رواندا أو دولة أي من الدول هذه اللي حقيقة تنقص تطبيق سياسات لجلب الاستثمار يعني في ساعة في ساعتين عندك شركة تاك تخرج بلاق غير موكين دول في الشرق الأوسط اليوم تروح في يوم تخلق شركة تاك وتدي الإقامة تاك وتحل البنك تاك وكل شي في يوم وإحنا كيفش ورنا من هذا مصاري في العالم إحنا عندك 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 لسانس هذا الأمور هذه الأمور ترجع كما نقول بالعامية تعنا للمعرفة أو أكيد نحن في قناة النهار كنا قد تناولنا روبرتاج حول بعض رجال الأعمال حول عقول التي كانت مهاجرة ثم عادت إلى الجزائر ونقلنا بعض التجارب من ناجحة منهم من قاوم وناظل وواصل حتى حقق مشروعه في الجزائر ومنهم من من استسلم وفشل وعاد أدراجه إلى أوروبا تحدثوا عن صعوبة صعوبة إنشاء المؤسسة في الجزائر وربما هذا ما يجب أن يدركه تماما سواء الوزير الأول أو رئيس الدولة المستقبلي الجديد أو تدركون أنتم كذلك من خلال أنكم تكونون المحامي الذي يجب أن يدافع على أفكار الآخرين لا هذا أنا أظن المهمة التي تتعنا في اليوم قررنا أن نكون مرافق للمتعمل بصفة فعلية وبصفة شفافة وبصفة عادلة نقدرش اليوم تكلم عن ممثل حكومة مسؤول حكومي أنه ونتم تعمل في السياسة يعني أنت محسوب عليه أو لا نحن نروح بكل حرية وبكل شفافية على جال هذه نروح نتكلم عن المسؤولي بصكوني أبوليتيك نعم ونروح غدوة بصكوني أبوليتيك نعم ولكن اليوم الرسالة أنا أظن لازم نقول أنه لازم حقيقة عدم الفشل لا يجب المتعامل الإقتصاد يفشل نعم فيه عراقيل ولكن لو تشوف الكفة الأخرى فيه الإمكانيات والإمكانيات في الجزائر أنا أظن نعم غاغوا ونتلقاهم في العالم نعم قليلا ونتلقاهم في العالم ولكن من الدولة أنه تسهل وتفهم اليوم أنه اليوم الحروب في العالم ما راه يتغيرت حروب اقتصادية حروب تاعتكنولوجيا نعم وإحنا لازم نغيره رواحنا ونوجده رواحنا لهذا العالم أكيد أستسامي معنا لقاك مع الوزير الأول كانت تشخيصي من أجل لقاءات أخرى إن شاء الله في المستقبل لا نحن نتكلم مع ممثلين دولة نعم نتكلم مع ممثلين دولة واستقبلنا بكل يعني شفافية وتكلمنا على المشاكل نعم نتكلم معهم نتكلم معك اليوم نعم أكيد الوقت يداهمنا جدا الوقت دائما هو مشكلة الصحافيين في الحديث حول هذه المواضيع كآخر التدخل كنت بقى ندتهم بالتدخل الاتحاد الأوروبي في الجزائر في عجالة يعني نحن قبل ما نكونوا متعاملين اقساديين نحن ومنين جايين نحن جزائريين نحن أولاد هذا الوطن وكي تمثل الوطن تعني ننسي وكل الأعمال تعنا الأخرى والصفات الأخرى تعنا متعاملين اقساديين ونددنا نعم ونرفضوا أي تدخل أجنبي نعم نحن مشاكلنا لازم نبنيهم مشاكل يعني مشاكلنا نفريهما بين جزائريين وكي إن واحد الشعر ننظن لي كل مرة يرجع لي كي تكلمنا على جل هذا التدخل الأجنبي يقول لك بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام ما نقدرش اليوم نتكلموا ما شاكلنا بلاد ما نتفهموش بنات أن نفريهم ولكن هل لدينا وطن واحد آخر شكرا حيبني هذا الوطن نعم وهو كذلك أستاذي ونحن دائما نقول في نهاية البرنامج حتى نبني وطن قوي أرسم سطرا وضع فوقه القانون والوطن والنبقى جميعا تحت هذا السطر مهما كان منصبك ومهما كانت توجه ومصلحتك من أجل أن نبني وطنا يرضي الجميع شكرا لك مجددا أستاذ سامي شكرا جزيرا إن شاء الله بلادنا بخير إن شاء الله بإذن الله بإذن الله شكرا لك على رحبة صدرك شكرا جزيرا على تلبيةك الدعوة على أمل لقاءات أخرى إن شاء الله طريقة الأكثر على مجال الاقتصادي